برنامج صندوق النقد الدولي هو الحل الأخير أو الفرصة الأخيرة للحصول على الدعم الدولي وإنقاذي لبنان وقد كانت الرسالة الأبرز لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف في زيارتها الأخيرة إلى بيروت هي الاتفاق مع الصندوق إن موقف الأخير ثابت لجهة التزامه الدعم ولكنه مشروط بالتزام لبنان وتنفيذه الثابت لبرنامج إصلاح شامل وطموح ولكن استمرار السلطات اللبنانية بالتقاعص والمماطلة في تطبيق الشروط سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة أن بحث الصندوق النقد الدولي إلى بيروت قالت ما قالت لكن المطلعين على لغة الأرقام والتقرير يؤكدون بأن الأمور مؤقدة وصعبة للغاية لذلك هناك علاقة سيئة إذا صح التعبير بين لبنان وصندوق النقد ومن هذا المنطلق ثمت أجواء تؤكد بأنه في حالة منتخب رئيس في وقت قريب وتشكل حلو حكومة والانطلاق في تصلاحات بنيوية وتحديدا في قطاع الكهرباء فعندئذ سيعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان بلد مفلس ولن يكون هناك أي تعاون مع هذا البلد بناء على هذه المعطيات يمكن القول أن لبنان يتجه إلى مرحلة صعبة للغاية هي الأخطر في تاريخه من خلال إفلاسه على كافة المستويات وصندوق النقد الدولي قد يتخلى عن الحوار مع لبنان في حال لم يتم انتخاب رئيس والانطلاق في خطة إصلاحات جدية اشتركوا في القناة